التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين الفريق الركني زياب بن سقر النعيمي والوفد المرافق له وتنول اللقاء سبلة دعمي وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركني زياب بن سقر عبدالله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تنول اللقاء سبلة دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين مؤشيدا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة أفاق التعاون العسكرية والعمل المشترك في كافة المجالات من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر والبحرين مؤشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في المنطقة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية